أحياناً بسأل نفسي هل بإمكاننا بالفعل نكتب مقال حصري ممتاز؟ هل بإمكاننا نتخطأ أو نتحدى موقع موضوع؟ هل أنت بإمكانك تعمل هالإشيهات؟ خلينا نركز شوية ونسأل أنفسنا هالسؤال على ما أعتقد لو أنا قلت لك اطلع في المعادلة هادي كويس تمام؟ هادي معادلة أينشتاين هل بتتوقع بالفعل أنه هادي المعادلة أينشتاين هو نفسه اللي عملها؟ يا نهر أبيض يا سيسو أنت شو بتحكي بالظبط؟ لو أنت ركزت كويس في الفيزياء طبعاً لو كنت أنت مهتم في المجال أينشتاين ما إله أي علاقة في هادي المعادلة للأسف لكن كل جسد أينشتاين أنه أبدع كتب مقال حصري بإمكانك تقول مميز تمام؟ شغل 225 وكسر من نسبة الزكاء شغلهم بنسبة صح؟ هادي المعادلة في الأساس مش إله مش إله هادي المعادلة يا جماعة كانت لوحدة فرنسية في القرن السبعة عشر اسمها ليزا كانت بتتكلم وبتحكي أنه الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الجسم لكن أينشتاين عاد صياغتها تمام؟ عاد صياغتها لدرجة أنه أصبح أشهر رجل في العالم كله هذا هو أينشتاين تخيل؟ عاد صياغة مقال كتبه بشكل جديد أعطى فايدة جديدة للناس قدم شيء مميز وحصري وكان بالفعل بيستحقها الشهرة هادي معنى كلام يا أصدقائي أنه أنتو كمان بالفعل بإمكانكم تبدعه مش بس هو الوحيد أنت بإمكانك كمان تكتب وتعمل وتسوي على فكرة الزكاء مش مرتبط بالعمر أوعى تتوقع إن كان الطفل هو صغير إنه خلص إذا كان زكي هو طفل إنه خلص هيكبر وحيطلع معك شاب زكي وأبصر شو هادي شغلة هبل هادي ما إلها إياه علاقة في الزكاء بتاتا أنت فيك تتعلم العلم بيقافش عند سن أو حد معين بالعكس أنت فيك تتعلم دايما وتنجس شيء جديد السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودة وينز طبعا أصدقائي اليوم إن شاء الله موضوعي عن كتابة المقال الحصري 100% لكن الجزء الثاني هل أنا بإمكاني أتحدى بالفعل موقع موضوع هل بإمكاني أني أكتب مقالات حصرية ومميزة هل بإمكاني أني أحصل على المرتبة رقم واحد تمام على سيرتش بحث جوجل هذا هو موضوع يا جماعة للحلقة هذه طبعا أنا زمان اتكلمت في الفيديو اللي أنتوا شايفينه في الوجه هاد الجزء الأول اتكلمت فيه عن تحديدا كيف أنت تعمل الميتا انفرميشن فهمتك كيف توصلها مية في المية لكن هل هذا الحال كافي أنه يعطيك مقال حصري مميز ولا حيعطيك مقال محتوى مكرر تقدر تسميه لهذا السبب يا أصدقائي أنا لازم أكمل الموضوع هاد للنهاية اليوم إن شاء الله بدي أركز على شيء مهم جدا وهو اسمه البيج كوليتي هل لو أنا حسنت البيج كوليتي هل ممكن أني أحصل على مرتبة كويسة؟ هل بإمكاني بالفعل أنافس في مقالي ويتأرشف على جوجل؟ هل بإمكاني أحس أنه أنا تعبت بالفعل وحصتت على النتيجة؟ آه يا سيسو طب كيف سيسو بدي يكون هذا الإشي؟ كيف أنا ممكن أتغلب وأكتب مقال حصري؟ هو أينشتاين الوحيد المميز بس في ها الدنيا؟ طبعا أصدقائي أنا عشان أقدر أتكلم في الموضوع مية في المية أتمنى منكم تشتركوا في القناة هذه وتفعلوا زر الجرس لأنه في جزء راح أتكلم برضو عن المقال الحصري هيكون موجود في هاي القناة القناة هذه لازم أسجل فيها تماما جماعة أتمنى اشتراك وتفعيل زر الجرس في القناة هذه لأنه محتوها مميز بالنسبة إنا آه ها طيبة سيسو أنا اشتركت في القناة لكن كيف أنا بدي أعمل مقال حصري؟ كيف يعني مميز؟ كيف يعني مقال اللي أنافس فيه؟ لو إجادة قلت لك يا معلمي هنا خلينا ركز نونا خلينا أدخل على موقع اسمه موقع موضوع طبعا أنا فاتح على مقال فيه من مقالاته لو حكيت لك الشو اللي مميز هذا المقال مثلا أخلى في المرتبة الأولى آه تركيز لي كويسي معلمي هالوجد لو إجينا وتخيلنا ركزنا نونا تمام؟ عندي محتويات الموضوع تمام؟ أظن موجودة في أي نوع من القالب هالوجد وأصبح أنه القالب متوفرة ومجانا كمان زي قالب سوريا اللي تكلمت عنه طيب يا سيسو هالوجد إيش اللبه بالظبط؟ لو أنا سألتك هقيتها وبداية مقاله من هان مظبوط؟ في عندك هنا إيش كاتب؟ البروكلي مع الدجاج هذي إيش جاي معك؟ جاي معك عنوان فرعي عنوان إيش يا سيسو؟ فرعي لو إجيت أنا وسألتك إيش العنوان الأساسي أصلاً للموضوع ككل؟ إيش هم بقولك؟ طريقة طبخ البروكلي مع الدجاج البروكلي مع الدجاج ركز على العنوان يا معلم آها هيكتب لك جزء من العنوان لهو إيش بالظبط؟ البروكلي مع الدجاج عاملوا عنوان فرعي أخدوا من العنوان الأساسي وضافوهان هاي أول نقطة عملها صح وكام مميز فيها طيب تماما معلمي أنا هيجيت فيمت نقطة لكن النقطة التانية المهمة لو إنت لحظت البروكلي مع الدجاج اللي استخدمها كعنوان فرعي برضو طلع واستغلها بصيرة تانية الشوية الدجاج بالبروكلي وفي نفس الوقت كان زكي جداً ليش؟ لو إنت لحظت إيش كان مستخدم في كلمة البروكلي نفسها مستخدم موضوعه تاني برضو من مقالاته عمل ارتباط أو باك لينك بإمكاننا نسميه باك لينك داخلي وقوي جداً وسبب القوة كان إنه من نفس القسم ومن نفس العنوان هو هو كلمة البروكلي هي هي نفسها اللي كان بتكلم عنها في موضوعه تاني فهذا هو اللي كسبوا الباك لينك وصلت يا جماعة الصورة طيب هاي أول خطوة تاني خطوة في الفقرة نفسها لو أنت طلعت كويس بس ركز وشغل لي خلايا مخك لأنه والله يا جماعة كل كلمة بقى تكلمها في صالحكو أنا مش بتكلم عن موقع موضوعنا موقع موضوعه خلاص أنا بدي أديكم من خلاله وإنه لأ أنا بدي ياكو تركزوا كيف اللبه بتكون لو أنت طلعت هنا طلع ليا هجيت الجملة لما كتبها تمام لو أنت طلعت كويس هان إيش هطلعك هان في النقطة هايدي عند كلمة الصيني فاصلة تمام لزقها في الكلمة طيب ممتازة سيسو كمان الجملة التانية أو الشقة التانية من الجملة برضو حط فاصلة بعدين هان كمان حط نقطة مع أنه في نفس الفقرة طيب يا سيسو شو معنى هالكلام هاد معنى هالكلام هاد أنه هو بطلب من خوارزميات جوجل أنه لما بدأ تيجي تدرس المقال هاد أو ترجم عندها تمام تيجي تقرأ المقال هاد لحديث الفاصلة وتوقف وتبدأ تحلل الكلمات يا نهر أبيض يا سيسو شو يعني تركز شوي للنهاية أكيد أنا حوصل لك الفكرة اللي بدأ أوصلها كامل في الحلقة هادي لكن لو أنت إجيت نظرتها ركز لها أنا لقيت نونا أجي برضو في الفقرة هادي وعمل نفس السيستيم وقف محرك بحس جوجل الشبكة نفسها روبطات نفسهم قالوا موقف نونا برضو احفظوا لي الكلمة هادي ترجموا لي إياها على هوا مخكوا إنتوا بعدين كمل في شق التالت برضو كان نفس السيستيم ووقف لعند النقطة هادي لو أنت لحظت كمان هلا حتى نهاية الموضوع تركز كويس في نهاية الفقرة هادي حاطت نقطة حاطت نقطة خلاص بقول للربطة تابعت جوجل أنا هيك ووقفت مية في المية خلصت الجزئية تبعتي فبدأ أنزل على شيء جديد أو عنوان فرعي أو سنوي جديد وكان هذا السيستيم لصالحه طيب ممتاز لو أنت لحظت كمان لما كتب المقال الحصري تبعه حط فروع هادي نقاط تمام ولو أنت لحظت في كل نقطة كان في نهاية في عندك نقطة هادي طبعا يا جماعة أنا اللي بقى أتكلم عنه هادي والله يا جماعة ما حد تتكلم عنه من قبل ومستحيل حد يوضح لك يا بالتفصيل لأنه بالفعل مهم طيب ممتاز المهم أجهة هلقيت في كل الفرع بتكلم عنه هادي بتلاقيه حاطة نقطة في النهاية والأهم من هذا النقاط الزي هدول لهم علاقة في قوة المقال ككل فلو أنت لحظت هادي عمل باك لينك عمل باك لينك داخلي تمام ولو أنت لحظت وركزت كمان رح تلاقيه مزود أكتر من باك لينك بالذات في موضوع النقاط حتى في أغلب مقالاته كمان نفس السيستم كان عامل طيب ممتازة سيسو بارتو طريقة التحضير النفسي لقصة عنوان فرعي طيب لو أنت إجيت واسألتني قلت لي سيسو لو أنت لحظت فيه شيء جديد في المقال أنا حاسو لو أنت طلعت يا سيسو هجيت العنوان الأساسي كله أكام كلمة على بعضه طبعا إحنا اتفاجنا من قبل في المقالة الحصري جزء الأول قلت لك أنا يا معلمي لازم يكون في 62 إلى 65 حرف ما يزيدوش عن هيك وبالفعل موقع موضوعه كان ملتزم في السياسة هادي فلو أنت لحظت في العنوان الفرعي في حدود 30 حرف أو 25 حرف كان مستغل هان عندك خلينا نقول في حدود 50 أو 45 حرف كان مستغل هادي كلها يا جماعة النقاط مهمة جدا مهمة جدا لجسة أنه أنت تقدر تكتب مقال حصري مميز طيب ممتازة سيسو هل وجد إحنا فهمنا النقطة هادي لكن برضو بدنا بدنا معلومات أكتر بدي أنا خلايا مخي العصبونات عندي تشغل مية في المية الشو اللي أنت بتحكيه بالزبط بدي أفهمه بالملي قبل ما تفهمه أو قبل ما فهمك إياه بشكل عملي بدي تركز كمان في هالنقطة هادي اللي بدي أحكيها لو أنت طلعت كويس في المقال تخيل معي هل في عنده كلمات غامجة زي هادي خلينا أركز شوي والله يا بنعم ما في عنده هادي مشكلة في موقع موضوع ما لها؟ مشكلة في موقع موضوع لازم يكون في عنده كلمات غامجة هو في عنده مش إنه مفيش عنده في عنده الكلمة هادي اللي هي جاية معه عنوان فرعي كلمة غامجة ولا لأ هادي عنده تنتين هادي عنده تلاتة هان مظبوطة جماعة طيب تمام ممتاز ممتاز ها عنده كمان هادي الكلمة لهو طريقة التحضير ولو انت لحظت كمان عنده هادي كلمة مالها غامقة يعني واضحة يعني اجزاز يعني مخملها مسمكها طيب يا سيسو برضو انت هيك صعبت علينا الموضوع بزيادة احنا عايقيت بدي نفهم الشو اللي انت كونت تحكيه بالزبط طيب يا سيسو هلوقت احنا دخلنا مقالك تمام مقالاتك طبعا هدول مبارح انا كتبهم يا جماعة المهم طبعا انا ما بهتمش في موضوع الزيارات والترويج والشغلات هادي انا بحب بس جوجل اللي جيني تمام وهادي المدونة مدونة تعليمية مدونة تعليمية مش مدونة رسمية تمام يا جماعة انا هنا بعيد تاني مدونة هادي بس تعليمية في حدود القناة المهم خلينا ركز احنا عالشغل تبعنا هلوقت المقال هات خلينا اعملوا نسخ بالشكل هات بده انسخ الرابط تبعه تمام عشان انا بده افهم شوية شغلات فيه تمام هين طلعت من هان لو انا سألتك سيسو وين السيوت شك عندك انا دخلت السيوت شك في منهان تمام انا طبعا اول مرة اهدي والسق الرابط ككل المقال واعمل سيرتش او عملية فحص تمام ان ما زبطش معك الفحص تطلع لي منهان نهائي تمام واضغط له على الموقع خليه يفتح من مين من التطبيق ان كان في عندك مشكلة انزل الى تحت هاي عندك كلمة سيوت شكار لهو هادي تمام معنمي وتعالوا لسق الرابط بالشكل هات وعمل انالايز ويبسايت طيب ممتازة سيسو طبعا هذا هو موضوع الميتا انفرميشن بس انا دهتك اياه من مكان تاني المهم انا اللي بده اصله شو هان في عندي كلمة بيج اكوليتي للموقع ككل او للمقال ككل لو انت جيت وطلعت في المقال تمام في شغلات انت بتلاقيها اذا مثلا اتجافة سيكرب طبعا انا اتجافة سيكرب تسيسو ضغطهم كيف ظهر عندي هان خمسة هادول الخمسة اللي ظهروا مرتبطين في جسم المقال طيب ممتاز هالوقت انا بده اركز عشق واحد هو المهم هو يا جماعة مين هو البيج اكوليتي خلينا اضغط عليه بالشكل هات هات هو الكلام اللي انا حكيته بالزبط ايش هو بالزبط شو معنى كلامك كان اتخيل معلمي معي لو اجيت انا خلينا اغلق موقع موضوع نونا تمام اجيت انا ودخلت عن مقال هات تمام المقال هات لانا اخذت الربط تبعه خلينا ادخل عليه بالشكل هات واعمل شوية تغيرت فيه لو انت لاحظت في المقال تبعي اجيت كتبت السلام عليكم رحمة الله حطت فاصلة طبعا انا نصحت في الجزء الاول ممنوع منع بات تكتب مقدمة انا كتبها عشان عندي قوة نونا في مين في ترتيب الكسا فمش خايف تمام لكن انت منطر تلتزم في القواعد ممتاز المهم لو اجيت وطلعت هان حتلاحظ ان اعمل نقاط مالها غامقة تمام زي كلمة انا مغمقها طبعا سيبونا من النقطة هاتي كمان نونا لو انت لاحظت بعد هاتي في عندك كلمة الكرام انا حاطت بعديها مين فاصلة تمام يا سيسو هاتي وصلت طيب بعد هيك اجيت اكملت كلامي لو انت طلعت هان حاطت نقطة تمام وهان كمان حاطت نقطة خليني ندخل تاني على البيجي كولتي بس نشوفه تمام اطلعلي كويس هان هل في خلل في النص هل هان بقولك في خلل موجود ما في الشي هان بقولي صح مية في المية انا بدي اجي وبدي اعمل خلل عشان انا افهم كيف صلحته لو اجيت انا وزلت النقطة هاتي تمام معلمي وزلت كمان النقطة هاتي تمام وزلت كمان النقطة هاتي زين وخليني اعمل بالشكل هادا هين اجيت اعملت حفظ خليني اشوف هاي جيتها البيجي كولتي هل بدي يصير في تغيرات هل بدي يصير في عندي خلل لو عملت هالمشكلة هادي خليني اعيدها هاي اللي هو انالايز ويبسايت طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة لسه ما اصرش عليها طيب ماشي ياسيسو خليني ادخل ثاني على المقال انزلي نونة ياسيسو لتحت تمام هاني انزلت نونة لتحت زي ما انتا شايف بدي ازيل النقاط هادي هاي هادي زلتها تمام هاي هادي كمان النقطة اللي انا حططها هان كمان زلتها وهي هدول النقطة هادي 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 هاي نزلتها زيانا صاحبي خلاص خليني اعمل حفز بالشكل هذا تعالوا ادخل لي على التطبيق خليني هيك اعمل زي ما انت شايف او زي ما انت شايفها تركزي كويس في اللي بقى اتكلمه تمام تعال هان لو انت لاحظت هل في تغير اه والله يعم في تغير طلع كويس هان هان في هذه النقطة هدو كانت 13 هالوقت اصبحت 16.24 بس في المقال طيب خليني اعمل كمان تغيرات بالزيادة تمام بدأ ازيل شوية نقاط تانية تمام هينزلتهم 100% خليني اعمل بغضو حفز ياسيسو تركز وصح صح هاي كمان في نقطة هان وهينزلتها هين اعملت حفز تركز هجيت شوية لو اجيت انت تركز لنون هان قدش ويقول لي هان قدش في عندي النسبة سواني هاي 16.64 خليني اعمل بدي اشوف انا اش اللي بدي يصير معي هالوقت لو انت لاحظت الستاعش شان اصبحت معي تمنطاعش تمنطاعش يا جماعة ممتاز طيب خليني انا اعمل كمان نقاط خلل في المقال تبعي بدي اعمل نقاط عاساس برضو افهم وان السيستم ماشي عاساس افهم انه النقطة والفاصلة الها قيمة عند جوجل الها قيمة عند مين يا جماعة عند جوجل نفسه فلو انا اجيت وزلت الفواصل هادي والنقاط هادي كلها بدأ اخلص منها زي ما انتو شايفينا جماعة هاي النقاط الفي موضوع الهاتو نواهت الها النقاط يا جماعة تمام هاني بدأ انزل وبدأ ازيل كل النقاط الموجودة هان تمام هاني زلت هادي سواني اتأكد انه فيش اشي هانة هاي في فاصطة هان او نقطة خليني ازيلها وبدأ اجي اعمل حفز بالشكل هات تمام خليني ادخل هالوجهت على بدي اشوف السيستم انا ايش صار هان عندي لو انت لاحظت هادي صارت عندي عشرين صارت عندي عشرين لو اتخطط العشرين وفطط بدت تفط لفوق بالزيادة تمام هيصير فيها خلل خليني اكمل بشوية بس اشوف بلكن اعمل الخلل هالوجهت تمام واساس تصير طبج زي اعمل برضو عملية فحص اسأله هل انا كيف وضعي هالوجهت في المقال تمام لو انت طلعت هنا كويس البيج اكوليتي اصبح بدلا مسلا ستة تسعين او تمانية تسعين اربعة وتسعين وصار في عندي خلل في النقطة هادي او ماي جاد سيسو هيك في اصبح خلل عندي تمام وهانا بقول لك النقطة اللي في نهاية النص لازم تكون موجودة طيب ممتاز وهانا بتكلم عن الاتشوان اللي هو العنوان وهانا كمان نفسي قصة بتكلم عن الكلمات المفتاحية اللي في المقال تمام وهانا يا سيد العزيز بتكلم عن الفقرات لازم يكون فيه فقرات في المقال وبتكلم عن الصورة والقصة الصيدة كلها المهم طيب يا سيسو انا هيجيت فيمت هذا تقريبا لو اجيت اسألتك قلتلك مثلا هنا في عندي خلل بقول لك ايش هو الخلل بقول لك يا عمي في عندك كلمات غامجة بس كتير موجود فانا كيف بدي اخلص منها في عندي بقول لي واحد وعشرين كلمة تماما صاحبي تركزو يا جماعة والله يا جماعة اللي بتكلم عنه مهم اللي بيجي وبقول لك هذا الكلام كان زمام فانا بقول لك كذاب الكلام هذا موجود حاليا هذا الكلام او هذا الموقع مرتبط في جوجل بياخد تحديثاته من شركة جوجل مش شغالين على هبا لا ناس اسكية وواعية فهمين شو اللي بيعملوه بالزبط وكمان بدي انت خلايا مخك تشتغل بدي العصبانات تشتغل عشان انت كمان تعمل اشي صح مية في المية فلو انت ركزت هان هان بقول لك في عندك واحد وعشرين تمام كلمة او نقطة او جزئية ما لهم غمجات بقول لك عامي لا خليلي يوم في حدود طمانطاش هيك بكون مناسب للمقال اللي انت كاتبه بعدد كلماته تمام خلينا ادخل هنا لو انت لحظت مثلا بدي اجي ازيل شوية شغلات زي مين مثلا زي مثلا كلمة الباك لينك الخارجي هادي انا ما بديش اياها غامجة هيني زلة الغمج اللي فيها تمام صاحبي مين بدي كمان بدي انا بس 3 كلمات في الحدود هادي تمام هاي مثلا البيج بدي اعمل البيج السورتي بدي احاول ازيل اللي إلها تمام طبعا زي ما انتوا شايفين جماعة انا زلة البيج السورتي مين كمان بدي ازيل السبام سكور السبام سكور انا هادي كمان ما بديش اياها فبدي اجي وبدي ازيلها ضغط عليها بالشكل هاد وهي المرة التانية واجيت وضغطت حفز هيك انا زلت حوالي 3 خليني ادخل هان زي ما انتوا شايفين طبعا البولد اند سترونج تيجز بقولي فيها مشاكل في كلمات غمجة كتير انت كأنك بتنبه جوجل زيادة عن اللازم وهيك ممكن يشكوا عندك انه في سبام في المقال تمام عشان هيك ما بتقرشفش معك صح مية في المية خلينا نجا ونحدث هالوقت نعمل اناليز ويبسايت ممتازة سيسو هالوقت انزلي على المقال تبعك او انزلي على النقطة هادي تحت وشوف لي ايش السيستم ايش اللي صار معك في البيج كوليتي لو انت لحظت يا معلمي هانا ايش اصبح بقولي بقولي البولد اند سترونج تيجز اصبحت في حدود 18 كلمة وهذا ايش ممتاز اجل صالحك طيب ممتازة سيسو هالوقت وسطت الفكرة بالنسبة لنقطتين النقطة الاولى اللي هو تبعتي النقاط والنقطة التانية تمام تبعتي الكلمات الغامقة ايش في كمان عندك معلومات على اساس نقدر نكتب مقال حصري مقال محترم جدا هل هذا هو بس اللي شغال عليه موضوع موقع موضوع اكيد لا ايام علمي انا في كتير معلومات تنبكها ولازم اديك اياها زين بس عشان انا اديك اياها كامل دايما بدي تصحصح معي وبيدي تدعيلي وبيدي تدعيلي اهم من كل اشي هالوقت لو دخلت هان انا تمام خلينا نطلع من هذا المقال خلص خلصنا منه بكفي اللي اخدنا منه خلينا ننزل مثلا تحت نختار اي مقال خلينا يا سيدي مثلا اقول هذا المقال تمام هالوقت لو سألتك انا هذا المقال برضو نفس السيستم بالزبط خلينا انسخ الرابط تبعه تمام على اساس نكمل عليه بدي ايجي وبدأ انسخ الرابط بالشكل هذا بضل لضغط على العنوان وهي نسخ عنوان الرابط وخلينا اخش على المقال تمام عشان نبدأ نحلله ونفهم برضو شوية شغلات تانية زينة صاحبي طيب ممتاز اسيستم خلينا افحص وفحص زي هذا المقال بالزبط لو اجيت لسقطه هنا تمام بدي اتأكد هل في مشاكل هذا المقال طبعا زي ما انتوا شايفين عندي الميتا مفرمش الميال بيجي كولتي مية او 98 طبعا هنا عندي انا 98 في المية السبب انه في عندي هنا اكواد جافة سكرب طبعا انت هتسألني من وين اجت هدي الاكواد تلاتة بتعلقوا في المقال ككل وتنتين انا ضفتهم اذا بتتذكروا ايام ما قدتكم الفيديو 57 دقيقة مش اتكلمت عن الداة بوست بودي وقلتلك ضيف اكواد جافة تحتيها تمام من ضمنها الكوديان هدول طيب ماشي خلصنا من هالموضوع هاد وفهمنا طيب خلينا ندخل هنا على المدونة لو اجيت و سألتها قلتلك مثلا خلينا نعمل تحديد الاسم وننسخ الكل على اساس نقدر نفهم هل الصفحة هادي تمام اللي بتتنبأ لي و بتقول لي انه انا هيجيت قوة مقالي قديش مثلا في المية تمام قوة مقالي 91 في المية هل معنى هذا انه المقال تبعي متقرشف صح هل هو بيظهر على جوجل خلينا نيجي هنا مثلا تمام نفتح متصفح مثلا يا سيد العزيز هذا تمام بدي السق فيه النص انا وابحث عنه في جوجل لو اجيت وبحثت عنه في جوجل طبعا في اي مرتبة حيكون موجود زي ما انت شايف بالزبط جاي معي في المرتبة الاولى هدول فيديوهات يوتيوب زي ما انت شايف تمام وانا تحتيهم مباشرة السبب انه مكتوب المقال الصح 100% يا جماعة وبما انه انكتب صح فخلص انت بتظهر في جوجل انت بتظهر وفي المرتبة الاولى طيب هل بس هذه الشغلات هي اللي بتخليك تظهر في المرتبة الاولى اكيد لا اكيد لا يا جماعة انا تكلمت قبل هيك وقلتلك لازم انا اوهلك على اداء اسمها اداء similar content بتعطيك شوية كلمات وبتقولك ضيف لياهم داخل المقال بس احنا خلينا نتغطى هذه النقطة حاليا بدي اجي وبدأ ادخل على المقال نفسه لو انا اجيت وسألتك في المقال نفسه في المقال نفسه انا كيف عملته طبعا يا جماعة يا حبايبي يا مسلمين لو انت لحظت هيكت ايش اسم العنوان العنوان اسمه كنز ربح من بلوجر رأسمال موقع تمام كيورا المهم بدون رأسمال له موقع كيورا لو انت لحظت راح تلاقيني انا ناسخ الاسم هان تمام هاي موقع كيورا ذكرتها جوه الوصف او جوه المقال ككل اه ذكرتها ولا لا اكيد ذكرها يا سيسو طيب تمام وذكرها كمان هتلاقيني هان في كل فقرة هتلاقيني ذكرها مية في المية بس فيه شغلات مهمة لازم تفهمها العناوين العناوين يا جماعة العناوين يا جماعة بصلاة محمد تفهموهم هان لو انت لحظتها كنز الربح من الانترنت المضمون بدون رأسمال وسنقوم بشرح موقع كيورا بتلاقيني كاتب العنوان بس ضايف كمان قبله كلماته بعده كلماته في نصه بس بدون ما اضيع شكلي كلمات ما كتبتش شرح او بشرح او بموقع كيورا لا كتبت نفسي الكلمات بالملي نفسي الكلمات الموجودة في العنوان هدا واحد ترقم اتنين العنوان نفسه لو انت لحظت في فيديوهاتي او في المقال التبعي هاي هدا عنوان فرعي زي ما انت شايف هل بامكاني الحصول على زقرين من موقع كيورا استخدمتك نفس الموقع بس بصيغة تانية او بالمعنى الالو بالعربي طيب ممتاز ايش في كمان يا سيسو لو انت لحظت هان كمان زي ما انت شايف ايش كاتب شرح موقع كيورا كنز الربح من بلوجار بدون رأس مال شكلابت شوية في الكلمات لكن مش معنى اني شكلابت غيرت في المعنى لا قديت المعنى المناسب تمام فهذا سبب كان برضو في ظهوري في اول مرتبة طيب ممتاز لو انت لحظت كمان انت حتلاقيني مستخدم هان عنوان فرعي شو معنى الجصة هادي لو انت نزلت كمان نونة لا تحي تركز باللهي عليك انا عارف ان انا بسرع في كلامي بس انا برضو غايتي ان اوصل لك فكرة مهمة لو انت لحظت هان تمام نفس السيستم بالزبط ايش ماله تمام حتلاقيني برضو مستخدم عنوان ماله فرعي فرعي يا جماعة طب انزل كمان نونة يا سيسو يمكن في حال تاني يمكن في ايش مش مستخدمه هان ها برضو حتلاقيني مستخدم عنوان فرعي طب انزل كمان نونة بشوف خلص المقال يا سيسو طب ما فيش عندك عنوان سنوي نهائي لا يا بن عم انا طبياتي ما بحبش استخدم عنوان سنوي لا علمكو بدي اياكو تفهموا هالشغلة وكتير مهمة لصالحكو العنوان السنوي بدر المقال اكتر ما بنفعو هاد رقم واحد طبعا يمكن انت مسمعتش في هاد الشغلة من قبل خلينا نسميه الاتش سري يا سيدي او الاتش تو او حسبا بدك تسميه انا عندي الاتش سري هو العنوان السنوي تمام خلينا نسميه اش ما نسميه المهم تمام العنوان السنوي انا بأنصحك ما تستخدمه ما تستخدمه بتاتا هاد رقم واحد رقم اتنين الفقرة هادي مثلا تمام انا ضيفة في نص الجملة اه زي ما انت شايف في النص بالزبط ضيفة لكن فيها اشكالية حلوة لو انت لحظت النص ضيفه اش نوعه فقرة فقرة يا جماعة لو اجيت عن النص اللي بعده برضو راح تلاقيه فقرة تمام جوجل طبيعة الروبوتات تبعته بتحب الفقرات والعنوان الفرعية اكتر اشي تمام فلو انت لحظت بتلاقيني باستخدم في المقال تمام في الاغلب في الاغلب فقرات ما باستخدمش عنوان عادي ما باستخدمش عنوان سنوي بس فقرات وعنوان فرعي فقرات وعنوان فرعي والباك لينك والكلمات المغمقة تمام هدول هما اللي بخلوني اعجي احيانا في المرتبة الاولى رقم واحد لو انت لحظت كل فقرات هذا كل فقرات ما بضيفش اشي تاني زي ما انت شايفه تمام هادي فقرة هايو كمان نفس السيستم بالزبط فيا جماعة اللي بده اوصله انسوا شغلة اسمها عنوان سنوي انا عارف ان انا نبهت الها قبل هيك بس لما نبهت الها نبهت الها جاصد انه تتعلموه بناءا على ما بتتعلموه برته في الفيديوهات تانية لكن في الفيديوهات بننهي هايجيصة هادي بتاتا انت مش هتصير في المرتبة الاولى لو عملت عنوان سنوي او بالعافية او صعب جدا لانه روبتات جوجل تمام او انت لما بتيجي بتكتب المقال تبعك ما بتعرفش تكتبه 100% خصوصا على الجوال على الكمبيوتر رح تتصعب حتى المقالة ما بدينا نكتب كمان على الاتش تي ام ال في بلوجار من متصفح لمتصفح بغير في طبيعة الاكواد الموجودة هان الاكواد تبعة الاتش تي ام ال اذا غير من طبيعتها برضو انت مش رح تظهر في جوجل في جوجل مش رح تظهر نهائي فعشان هيكاد انا بأنصحكم العنوان السنوي انسوه وراجزوا على النص تمام يكون فقرة النص الضبل الفقرات هذه كلها تكون زي هيك بالظبط تكون فقرة زي ما انا عملها اما اتيجي وتعمل اياها عنوان عادي غلط غلط يا جماعة طيب منتز اسيسو هالوقت احنا كمان افهمنا النقطة هادي هل في اشي جديد اه لسه ضايل في اشي ومهم جدا بالنسبة اليك وهو اصلا اساس المقال الحصري هو اساس مين المقال الحصري وهو اساس ترتيبك في جوجل هو اللي حيجيب لك لزيارات من جوجل اصلا انا تكلمت معك قبل سابق ونشرت لك بوست في المنتدى في قناتي على اليوتيوب وقلت لك تمام في معادلة رياضية لو انت فهمتها صح بامكانك تكون البروفيسور في اي مقال ايا كان نوع مقالك انت فيك تتحدى ايا مخلوق في الدنيا وفيك كمان تصل للمراتب الاولى المعادلة رياضية يا جماعة هادي مش معادلة اينشتاين انا ما بتكلمش عن النسبة العامة انا جاعد بقول لك اي اف في اي دي اف اي اف مين في اي دي اف بتقول لك هادي المعادلة انا راح اتنبأ لك واعطيك الكلمات المفتاحية توب الموجودة في جوجل تمام وخليك تسيطرة في مقالك يعني لتكون في المرتبة رقم واحد جدباء وان شو يعني يا سيسو يعني لو انت عملت اي عملية بحس على جوجل تمام اذا اشتغلت بناء على المعادلة الرياضية هادي فانت حتكون في المرتبة الاولى بس شرط كمان تلتزم في القواعد اللي انا حكيت عنها اليوم في الحلقة هادي تمام اذا القواعد التزمت فيها صح مية في المية مع المعادلة الرياضية هادي انت دائما هتكون موجود في جوجل في المرتبة رقم واحد اتمنى يا جماعة اتمنى يا اصدقائي اتمنى يا اهلي تفهموا سيستم هاد والله يا جماعة الكلام اللي بقى تكلموا مهم جدا والناس بتدفع فيه فلوس عشان تتعلموا عشان تتعلموا اذا فهمت كيف تستغلي الكلمات المفتاحية الصح انت استاذ انت استاذ في المحتوى تبعك اللي بتقدمه حتى ترتيبك كمان في الكسا ترح تلاقيه بنزله واحدة هتكون اتنين مليون هتلاقي حالك فجأة في حدود سبعين الف تمانين الف خلينا نطلع منها تمام خلينا نفترض سيسو ملوش على الشغل وما بيفهمش يعمل اي حاجة تمام يا معلمي خلينا نتأكد بس هل هل انا ترتيبي في الكسا ممتاز هيني طلعت من هنا تمام خلينا ادخل على المتصفح التاني بالشكل هات زي ما انتو شايفين زينا صاحبي لو اجيت وبحثت على موقعي فتحته بالشكل هات تمام يا معلمي ركز وشغلي موخك هلوقت مية في المية تمام بحثت عن الموقع هات اجيت بدي اسأله هل انا هل انا يا معلمي ترتيبي في الكسا ممتاز هل بامكاني احصد الزيرات كويسة خلينا اشوف بالشكل هدا زينا لو اجيت وضغطت على الكسا ترافيك قدش ترتيبي في الكسا هالوقت زي ما انتو شايف ستة وتمانين الف ستة وتمانين الف ترتيبي في الكسا طب شو السبب يا سيسو السبب اني كاتب المقالات او بكتب المقالات صح انا بتجيني الزيرات من جوجل تمام يوميا في حدود مية مية وخمسين احيانا ميتين او جيت بتوصل تلات مية على حسب نوعية المقالة اللي باكتبه على حسب طبيعتي للاستهداف والاهم من هذا كله على حسب استخدامي للكلمات الكلمات اللي عليها بحث زي اداة سيميلار كونتينت انا هنا بنوه لها تاني تمام هو في بديل لها مش انو ما فيش بديل الاداة هذه طبعا يا جماعة يعني هي بفلوس بس انا رح احاول اغطيها من دون فلوس من دون ما تدفعوا ولا فلوس واحد طبعا اصدقائي اصدقاء قناة جودة وينز اتمنى ان اكون وصلت صورة ممتازة ومهمة عن كتابة المقال الحصري الجزء التاني طبعا يا جماعة انا زي ما اتفقدت معكم تمام انا هتكلم عن الموضوع او الجزء التالت طبعا يا جماعة اتمنى ان اكون وصلت فكرة ممتازة وانا بعتزرق ان طولت الحلقة تمام لكن ان شاء الله الجزء التالت رح يكون جريب كتير وحتكلم فيه عن اداة similar content وعن اداة كمان اهم من similar content لنقدر نطبق المعادلة الرياضية بشكل صح وكيف انت تصل لمحتوى او مقال حصري محترام كيف انت تنافس موقع زي موقع موضوع كيف تتخطى احيانا بعض المقالات من مقالاته تكون انت في المرتبة الاولى طبعا بالنسبة لجزء التالت انا رح اسجله في قناة مصطفى للمعلوميات زي ما نوهنا من البداية تمام الجزء التالت رح يكون في هاي القناة والجزء التالت يا جماعة زي ما بانوه انا قاعد اهم جزء في كل قناتي رح يكون شكرا لكم يا جماعة والله يعطيكم الف الف عافية والسلام عليكم